السيد أحمد المهري يقول أتمنى أن يقوم السيد السستاني بتكذيب ما نقله عنه تلميذه السيد منير الغباز القطيفي من أن الأئمة يسخون القرآن أو يعترف بخطأ هذه الفكرة كتب لي هذه الرسالة الطويلة وسأقرأ عليكم بعضها يقول وإذا تتلع عليهم آياتنا بينات بسمنا الرحمن الرحيم وإذا تتلع عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقائنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون بعث لي أخي الكريم أحمد الكاتب بمقالة كتبها حول رأيي سماحة المرجع الكبير السستاني لنسخ القرآن والسنة من قبل أهل البيت ويقصد بأهل البيت كما أظن الأئمة الاثنين عشر عليهم السلام وعلى أنني قرأت مثل ذلك في كتب سلفنا كما قرأت في نهج البلاغة ما يفيد نسخ القرآن للرسول فقط ولكنني أعود وأقول كما قاله أخي الكاتب نفسه بأنني لا أصدق ذلك وأتمنى أن يقوم السيد السستاني نفسه بتفنيد الموضوع لكنني على كل حال أرى من واجبي أن أرد على الموضوع درءا للظلال وسوف أختصر جهد الإمكان ليتمكن من الإطلاع عليه عدد أكبر من الناس ومن ذوي الشأن واحد يخبر القرآن من أي إذن للرسول بنفسه عليه السلام أن يفتي بأمر هناك آيتان في سورة النساء يفتي فيهم الله تعالى على استفتاء من الرسول نفسه وهما في الآية 127 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن والآية 176 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ظاهر الآيتين يدل على أن الرسول ليس مأذونا بالتشريع لكننا لو وجدنا آية أخرى في القرآن تبيح له عليه السلام أن يقوم بالتشريع لقلنا بأن الله تعالى منعه أن يفتي في الموضوعين المذكورين في سورة النساء فقط لكنني بقدر ألمي المتواضع لم أجد إطلاقا أي تآية تسمح للرسول بالفتوى اثنين لاحظة لو سمحتم أيضا لحظات معذرة منكم لأنه فشلنا في ربط الصفحة الثانية وأود أن أنقل للأخوة العزاء انتقال لهذه الصفحة نعم اثنين السيد أحمد المهري يواصل كلامه في يقول نقصد بالفتوى الرأي الملزم للناس شرعا ولا نقصد به مجرد الرأي فإن من حق كل شخص أن يبدي رأيه في كل ما يشاء من أمور لكن ذلك ليس ملزما لأحد ثلاثة يصرح القرآن الكريم بأن الرسول بشير ونذير ولا يقول بأنه عليه السلام مشرع قال تعالى في سورة الفاتر إن أنت إلا نذير إن أرسناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال تعالى في سورة العراف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فمن واجب المسلمين أن يتبعوا القرآن وحده ولا يجوز لهم أن يتبعوا غير القرآن أو يتخذوه مرجعا لهم فنحن ننتظر من سماحة السيد السستاني أن يطلعنا على آية كريمة تسمح للبشير النذير عليه السلام يعني النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم بتشريع أو يأتي بآية يأمرنا ربنا فيها بأن نتبع الكتب التي خطتها يد البشر كائنا من كانوا أربعة يستند فضيلة السيد السستاني على أحاديث مروية من أئمة أهل البيت المعروفين لدينا نحن الشيعة ولذلك نسأله هل هناك أمر أو إذن في القرآن بأن نتبع غير القرآن خمسة لاحظت بأن الكثير من السنة والكثير من الشيعة يستندون على آية من سورة الحشر للاستدلال بلزوم الأخذ بما قاله الرسول بدون القرآن الكريم وهي هذه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورذوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون إنهم في الواقع يقطعون الآية تقطيعا فكأنهم جعلوا القرآن أظين الآية والتي بعدها تشيران إلى غنيمة اغتنمها المسلمون دون حرب فيمنحها الله تعالى للفقراء المهاجرين ويقول سبحانه قبلها في نفس السورة وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير فكأنه سبحانه يقول بأنها ليست غنيمة عامة لأنكم ما أوجفتم عليها من خيل ولا ركاب ولكن الله تعالى سلط رسوله على من يشاء دون أي مساعدة منكم ليس للصحابة أن يحكم فيها فيما أفاء الله تعالى على رسوله فهي مال خالص لله وهو الذي أمر رسوله بأن يدفعه لفقراء المهاجرين ستة الإيتاء يعني إيصال شيء إلى المطلوب يدا بيد أو قولا شفهيا يسمعه الشخص مباشرة ولن تجد في القرآن أي آية تدل على أن أي إنسان تمكن من إيتاء غير المال والحب إلى شخص آخر بمعنى أن الألم يمكن نشره ولكن لا يمكن إيتاءه إلا عن طريق الله تعالى وملائكته إيتاء الألم للإنسان يعني طبع المعلومة الألمية في القلب النفسي وأنها للبشر أن يتصرف في القلب النفسي فلو كان مقطع الآية عاما فهو من الألم ولا يمكن لرسول أن يؤتي الألم أحدا هاتوا آية تدل على قدرة الرسول على ذلك يعني أن الآية إيتاء الرسول يعني بالمال وليس بالألم سبعة هل يمكن أن يؤخذنا الله تعالى بأننا لم نعمل بقول بقول لم يصنه كما صان القرآن الكريم أين أقوال الرسول الواجب اتباعها الكتب التي تستندون إليها غير مصانة وأنتم تستندون إليها ضمن قواعد وضعتموها بأنفسكم فهل أحكام الله تعالى بهذا الفقر الذي لا يمكن لأحد معرفته إلا عن طريق بشر عاجز أو معرفتها الذين يتبعون المراجع الكرام فهم لا يتبعون شرع الله ولا يتبعون أحكام الرسول بل ولا يتبعون ما قاله الأئمة عليهم السلام كل أولئك لم يخلفوا كتبا مصانة بل لم يخلفوا كتبا تشريعية إطلاقا ثمانية السيد السستاني إنسان ارتضاه بعض المسلمين الشيعة ليكون زعيما لهم هذا من حقهم أن يختاروا من يحكمهم ولكن هل السستاني أو أي مرجع أو أي إمام أو أي نبي أن ينسخ أحكام الله تعالى في القرآن الكريم؟ قال تعالى في سورة يونس وإذا تتلع عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقائنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يعني النبي ما يتمكن ينسخ القرآن إلى آخر آية التي قرأناها عليكم يقول الله تعالى هذا واجب فهل لأحد غيره سبحانه أن يغير ذلك الحكم؟ أليس ذلك تكذيبا لآيات الله النافذة الواجبة العمل بها للناس جميعا؟ تسعة يقولون بأن لا يم يفسرون القرآن أو بأن التشريع الذي يكتبونه بأنفسهم هو شرع الله تعالى فهل هم آلهة؟ وأما تفسير القرآن فإنه